في تعريف العلم كلمات كثيرة اولا لا بد ان يقال لكم يقال للاعزاء لا يوجده اتفاق على تعريف لمفردة العلم ما هو العلم طبعا ما اتكلم عن العلم في البحث الفلسفي ها انا اتكلم عن العلم في العلوم ماذا في العلوم الطبيعية التجريبية هؤلاء عندما يقولوا لا دليل علمي مقصودهم ماذا مقصودهم العلوم الطبيعية التي اداتها التجربة هذا الرجل اعزائي كما قلت لكم في اقوى براهين في صفحة 48 يشير الى تعريف مختصر جيد اعزائي بيودي ان العزاء يلتفتوا الي تعريف العلم يقول ما هو العلم وبخلاف الانطباع السائد لا توجد طريقة علمية متوافق عليها رغم ان بعض العناصر تتلاقى بانتظام الى ان يقول لا يوجد اتفاق ولكن التعريف الدقيق غير واضح المعالم لا يوجد هناك اتفاق على تعريف ماذا تعريف هذه قضية واضحة ولاجل تبين ذلك نذكر احد فلاسفة هذا العلم وهو مايكل روس يقول يعتقد ان العلم حسب تعريفه التفتوا الى التعريف جيدا يتعامل فقط مع الامر الطبيعي فاذا انت تدعي ان هذا الاله ليس ماذا ليس طبيعيا اذا بعد من حق ان يجيب او ليس من حقه لا ليس من حقه ذلك ليس من حقه ذلك والقابل للتكرار عد مولانا الانفجار الكبير قابل لتكرار لهم مقابل لأ الفجر الكبير الفيزيائي اللي حصل قبل خمسとعاش مليار سنة قابل للتكرار له مقابل للتكرار ها غير قابل للتكرار مولانا لانه الكون وجد الى انه الان giants kijken التجربة يستطيعون ان يكرروا ماذا تلك التجربة و الى الان ما استطاعوا والقابل الاتكرار وما يحكمه قانون لماذا وما يحكمه قانون حتى تستطيع ان تتعرف عليه و الا اذا كان عشوائيا لا يحكمه قانون يمكن معرفته و مراقبته و اجراء التجربة عليها او لا يمكن لا يمكن اذا هذه قيود ثلاثة اولا الامر الطبيعي ثانيا القابل للتكرار ثالثا محكوم ماذا بقانون يقول وهذا يجعل اكثر المدعيات في علم النجوم بعد ماذا علمية او غير علمية ها غير علمية لماذا لانه قابل للتكرار او غير قابل للتكرار قابل يحكمه القانون او لا لا نعلم فقط ادعاءات ملا ولهذا يقول ولكن ناحية الضعف الاكثر بروزا في هذا التعريف ان اعتمدناه انه سيزيل صفة العلمية عن معظم علم الفلك المعاصر اذا اعزائي من هنا انتم تجدون واحد من الفلاسفة هذه عبارته سير بيتر مدوار يقول ان وجود حد للعلم يتضح بعجزه عن اجابة اسئلة تشبه ما يسأله اطفال المرحلة الاولى ملا الابتدائي يقول العلم مو فقط لا يجيب على كل الاسئلة حتى الاسئلة التي يسألها اطفال المرحلة الاولى يستطيع ان يجيب عليها العلم او لا يستطيع لا يستطيع يقول لماذا يقول عن بدايات الاشياء ونهاياتها اذا تذكرون في الحلقة السابقة في البحث السابق ماذا قلنا قلنا لا مبدئ الكون واضح لا ماذا لا منتهى الكون واضح بين مجهولين عن بدايات الاشياء ونهاياتها اسئلة من نوع كيف بدأ كل شيء لا يوجد جواب لماذا نوجد جميعا هنا على كوكب الارض لا في مكان لا يوجد جواب ما الغاية من الحياة واذا تذكرون ستيفن هوكينغ اما تيانا قال بانه هذه اسئلة يجيب عنها العلم او لا يجيب لا يجيب عنها